السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا تؤذي نفسك لا تفرض نفسك على شخص يحاول التخلص من اشتركوا فيها دلوقتي وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت جميلة اسمها فريدة بتكون قاعدة في الحمام بتقلب في تليفونها على برامج التواصل الاجتماعي وبالصدفة بتشوف فيديو الشاب غني ووسيم جدا اسمه لاستر بيبقى في مقابلة تليفزيونية باعتباره من أنجح رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا وبسبب الضغط اللي مر به الفترة اللي فاتت قرر انه ياخد أجازة طويلة واشترك زيرة وقاضى فيها فترة جميلة بعيد عن الضغط وعاش الحياة البدائية بتتمنى ان هي كمان تاخد نفس الأجازة وتريح أعصابها بس حاليا بتضطر انها تلبس هدومها وتروح على الشغل وهي بتكون شغالة هي وصحبتها المقربة جيسي كمقدمين مشروبات وبالصدفة بيعرفوا انهم هيشتغلوا في حفلة موجود فيها لاستر في الوقت ده فريدة بتقرر تستغل الفرصة وتتعرف عليه بأي شكل وده من خلال انها توقع الكحول على فستان واحدة من المعزومين وبتاخدها تنظف لها هدومها وساعتها بتحبسها في الحمام وبتلبس هي وجيسي كل واحدة فستان شيك جداً وبيدخلوا الحفلة على أساس انهم معزومين وبيقفوا الاتنين في جنب كده يرقبوا تصرفات الناس الأغنية بس فجأة فريدة بتلاقي لاستر واقف قدامها وبتقرر تعدي من قدامه علشان تلفت نظره لكن للأسف علشان مش عارفة تتحكم في مشيتها بسبب الكعبل اللي لابسها بتتكعبل وبتوقع الشاب اللي بيقدم الطلبات وقديها هي كمان بتيجي على الإزاز وبتتعور لكنها مش بتهتم بكل ده من فرحتها لأن لاستر بنفسه هو اللي بيروح يقومها ويتطمن عليها والدكتور النفس اللي بيعالجه بيديها منديل تمسح الدم اللي في اديها بعد كده لاستر بياخدها هي وجيسي وبيعرفها على كل أصحابه الأغنية وأصحاب النفوذ في البلد بس ساعتها بنلاحظ ان في واحدة منهم اسمها سارة بيبقى شكلها غيرانة جداً منها بمجرد ما بتشوفها ماشية مع لاستر وما بترضاش تسلم عليها بس فريدة بتقرر تتجاهل أي حاجة ممكن تدايقها في الوقت ده علشان تستمتع بوقتها مع لاستر خصوصاً لما بتلاحظ من نظراته انه بيبدلها نفس الإعجاب وبعد ما الحفلة بتخلص بيسيبها لاستر وبيمشي مع أصحابه علشان يروحوا يقضوا أجازتهم في الجزيرة بتاعته ساعتها بقى جيسي بتروح تقعد معاها وبيبقوا مبسوطين جداً بالتفاصيل الجميلة اللي حصلت في اليوم لكن فجأة لاستر بيرجع لهم تاني وبيعزمهم عنده في الجزيرة وطبعاً وقتها ما بيبقوش مصدقين نفسهم من الفرحة وبيوافقوا ومن هنا قررت فريدة انها توقع لاستر في حبها وتتجوزه علشان تحول حياتها من مقدمة مشروبات فقيرة لمرأة واحد من أغنى رجال الأعمال في العالم وعلى طول بيركابوا معا الطيارة وبيوصلوا على الجزيرة وبتلاقيه عامل حسابه في هدوم ليها هيا وجيسي لأنهم ما كانوش مجهزين للسفرية وقتها بتبقى فريدة مبسوطة جداً وبتدخل تاخد شاور وبتطلع ترش نفسها بالبيرفيوم اللي حتطهلها في الدرج لكن بتلاقي الرش بايز فبتاخده وبترميه وبترجع على القوضة بعدها بتلاقي فستان أبيض كده للبحر محطوط على السرير وبتفكر ساعتها ان لاستر هو اللي دخل القوضة لكن بتتفاجئ بستة عجوزة شغالة خادمة في المكان ومرسومة على قديها أفعى وبتقرب من فريدة وبتقول لها كلمة غريبة جداً وهي أرنب أحمر وما بتقولش أي كلمة تانية غيرها وفجأة الست دي ملامحها بتتغير خالص وبتمشي من القوضة ساعتها بتستغرب فريدة من تصرفات الست دي لكن بتقرر تتجاهلها تماماً وعلى طول بتغير هدومها وبتطلع مع جيسي وباقي البنات يستمتعوا بالأجازة بس في الوقت ده سارة بتبقى عاوزة تلفت نظر لاستر ليها وبتقعد تهزر معاه وهنا فريدة بتشرب الكاس بتاعها وهي متضايقة وحبة التوتل في المشروب بتقف زورها ولستر ساعتها بيقلق وبيروح يتطمن عليها بس سارة بتبقى عارفة إن فريدة قصد تعمل كده علشان تضايقها بعدها لاستر بياخد فريدة وبيتمشوا في الحديقة وبتتفاجئ ساعتها فريدة إن كل الخدم اللي شغالين في المكان ما بيتكلموش وبيبصلها بطريقة غريبة وعلى رأسهم الست العجوزة واللي بتبقى مهمتها إنها تصطاد الأفاعي بعد كده لاستر بيتكلم معاها عن تطور شخصيته بعد العلاج النفسي أما فريدة فبيكون مش موافقة خالص في الموضوع ده وشايفة إن الإنسان يقدر يعالج نفسه وينسى أي حاجة وحشة حصلت له فبيقول لها ساعتها إنها بتتكلم زي أخته اللي كانت شايفة إن النسيان والمغفرة أي حد يقدر يعملهم وفاجأة وهم بيتكلموا بقى بتبقى واحدة من الخدم معدية شايل حاجات وبتقع منها فبتجري عليها فريدة تساعدها لكن الغريب إن الخادمة بترفض وبتقول لها تستمتع بوقتها بالليل بقى بيتجمعوا كلهم على العشاء وساعتها بتتفاجئ فريدة إن في حاجة لونها أحمر على الفستان فبتفكر إنها وقعت أكل على نفسها من غير ما تاخد بالها وبتتجاهل الموضوع خالص علشان ما حدش من اللي قاعدين يحرجها وبعد ما بيخلصوا أكل بيقوم واحد منهم مع إزازة صغيرة كده فيها سائل وبيقول لهم إن اللي بياخد منه نقطتين بس بيحقق أي حاجة بيتمناها فبتقرر فريدة ساعتها إن هي اللي تبدأ ولستر بياخد الإزازة يحط لها النقطتين وبيقول لها تتمنى أمنية وبعدها على طول كلهم بيفضلوا يشربوا وما بيبقوش في وعيهم بلا استثناء لكن وقتها بيظهر واحد ماسك وراء وقلم وعمل يكتب في ملاحظاته على تصرفاتهم وهنا بنعرف إنه يبقى مساعد الدكتور النفسي وبعدها فريدة بتسني الجيسي لحد السرير لكن فجأة ببص على الفستان بتاعها هي بتتفاجئ إن البقعة الحامرة اختفت وبتفكر إن اللاستر هو اللي لبسها فستان تاني تاني يوم كلهم بقى بيبقوا مبسوطين وفجأة فريدة بتطلع من المياة بتلاقي الست العجوزة بتبصيلها وهي بتستطيع بان كالعادة فبتتجاهلها فريدة ساعتها لإنها خايفة من تصرفاتها وفي نفس اليوم بالليل كل البنات بيشربوا من سائل تحقيق الأمنيات بعدد قطرات أكبر وده بيخليهم ما يعرفوش يسيطروا على تصرفاتهم وبيجروا على بعض زي المجانين وفي اليوم اللي بعده بيقضوا كلهم يوم جميل جدا وبيبقوا مبسوطين وفي نفس اليوم بالليل بقى لاستر بيقعد مع فريدة قاعدة لطيفة وبيسألها عن الخبطة اللي جانب يعنيها بس الغريب إنها بترد عليه وبتقوله إنها مش فاكرة اتعورتها إمتى وفين بعدها بيقوم لاستر يسيبها علشان ينام لإن عنده جلسة علاج بدري وبينسى ساعتها الفيب بتاعته بس فريدة بتلاقيها وبتاخدها تعينها معاها لحد الصبح وبتستغل الفرصة علشان تروح تصحيه وتدهله في السويت بتاعه لكن ساعتها بتتفاجئ إنه صحي من بدري وكمان خلص جلسة العلاج وفي الوقت ده لاستر بيعرفها على ريدش الدكتور بتاعه بس فريدة ساعتها بتفكره إنه اداها المنديل في الحفلة وبعد كده بنلاقي الخادمة اللي رفضت فريدة تساعدها في لم الحاجة اللي وقت منها بتروح للاستر تصالحه لإنها ما زبطتش الكرسي بتاعه زي ما هو متعود بعد كده لاستر وفريدة بيروح يقعدوا مع بعض في الحديقة وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا وفجأة فريدة بتقوله إنها حاسة إن في حاجة وحشة هتحصل لهم فبيستغرب لاستر من كلامها وبيسألها ليه حاسة كده فبترد عليه وبتقوله إنها متعودة كل ما بتتبسط لازم حاجة تحصل وتضيقها وفي نفس الوقت ده جيسي بتبقى بتتمشى في الحديقة وفجأة بتشوف الست العجوزة بتصطط أفعه ساعتها بتخاف منها وبتجري وبالليل بقى جيسي بتسأل على الولاعة بتاعتها فبيفضلوا كلهم يدوروا عليها وهنا صار بتفاجئهم إنها كانت معاها طول الوقت بعدها بقى بيفضلوا يشربوا ويرقصوا كلهم بس مرة واحدة جيسي بتصرخ بصوت عالي فبيجروا عليها كلهم وبيتفاجئوا إنه تعبان عضها وقتها لاستر بيمسك إزازة وبيضرب التعبان بكل قوة الحد ما بيموته بعد كده فريدة بتروح تقعد مع جيسي وبتقول لها إنها خايفة من المكان ده وعاوزة تمشي منه بأي طريقة رغم إنها من يوم ما وصلت للجزيرة وهي مستمتعة جدا بوقتها بس ساعتها فريدة بتعيط وبتقول لها إنها من زمان نفسها تقضي وقت في مكان زي ده وبتطلب منها تستنى معاها فبتضطر جيسي وقتها تشيل كل الأفكار المخيفة اللي في دماغها وتقعد معاها لكن بالليل بعد ما كلهم بيناموا بتطلع جيسي من قوضتها وبيكون شكلها مخيف جدا تاني يوم بقى فريدة بتطلع من قوضتها وبتلاقي علب هدايا صغيرة كده وقع قدام بيت من البيوت فبتقرر ساعتها إنها تدخل وبتتفاجئ لما بتدخل البيت ده إنه مليان بلعب الهدايا بس قبل ما تلمس أي لعبة فيهم بتسمع صوت في القوضة ولما بتروح تفتح الباب بتتفاجئ بالست العجوزة مستخبية وبتشرب نوع كحول معين فبتطلب منها فريدة تشرب معاها ساعتها لكن بمجرد ما بتشرب من الكحول ده بترجعه لها تاني لإن طعمه وحش في الوقت ده بتفاجئها الست إنه معمول من سم الأفاعل اللي بتصطدها فبتترعب منها فريدة وقتها وبتسيبها وبتجري وبتخبط في واحد من أصحاب لستر وبتقوله إنها تايها فبيدلها على مكان أصحابهم وبتروح فريدة تقضي اليوم معاهم عادي وبترجع تنام نوم عميق جدا وبتحلم بجيسي مسكة سكينة وشكلها غضبان جدا ولستر بيعتدي عليها هي ده غير إنها لما بتقوم بتلاقي ضوافرها الجميلة اللي هي بتنظفها طول الوقت متوسخة وفيها طين على غير العادة وكل اللي حصل ده خل لها سرحانة وهي قاعدة معاهم على الفطار ومش عارفة تحدد إيه اللي بيحصل في الوقت ده بتلاقي كل الشباب اللي معاهم رايحين في رحلة صيد وهيسيبوهم لوحدهم لحد بالليل بعد كده فريدة وأصحابها البنات بيقعدوا يستجموا وفجأة فريدة بتاخد بالها إن جيسي مش موجودة وبتتفاجئ كمان لما بتسأل زمايلها إنهم ما يعرفوش مين جيسي من الأساس وقتها بتتصدم فريدة من ردهم عليها وبتجري بسرعة تدور على جيسي في قضتها لكنها بتتفاجئ إنها مش موجودة وبتروح ساعتها تغسل وشها من الماس وبتبقى متضايقة جدا علشان البنات مش مصدقينها بس فجأة بتخبط في المراية بتلاقي سكينة واقعة من وراها في الوقت ده بتعرف إن في حاجة مرعبة بتحصل في المكان هنا وهي ما تعرفش عنها أي حاجة وبتأكد لها الكلام ده سارة اللي بتقرر توريها إن الولاعة بتاعة جيسي معاها وده إثبات إن جيسي كانت موجودة معاهم مختفت وكمان بتفاجئها بعدها إنها ما تعرفش أي حد من الناس الموجودين وهنا بيبدأوا يشكوا إن لستر وأصحاب الشباب جايبينهم يعملوا فيهم حاجات شنيعة خصوصا إنهم بيحسوا بعد ما بيشربوا بحاجات غريبة وبيتفاجئوا إنهم ما يعرفوش هم في يوم إيه بالزبط من الأيام وبتظهر على جسمهم علامات غريبة كل يوم في الوقت ده بيتأكدوا فعلا إن في حاجة غمضة بتحصل وبيروحوا بسرعة على البيت اللي فيه الهدايا وبيلاقوا فيه بربانات بتخليهم ينسوا أي حاجة حصلت لهم وبيفكروا ساعتها إنهم يبلغوا الشرطة لكنهم عارفين إن الشرطة مش هتعمل لهم أي حاجة علشان ما فيش في إيديهم أي دليل على لستر وأصحابه بس ساعتها بتحس فريدة إنها بدأت تفتكر اللي بيحصل لها من ساعة ما شربت مشروب سم الأفاعي وبيقرروا يبدأوا بأصحابهم البنات بيحطوا لهم المشروب ده في الكحول علشان ما يتأثروش تاني ويكتشفوا اللي لستر وأصحابه بيعملوه وبتفضل سارة تشربهم لحد ما الخادمة اللي فريدة كانت عاوزة تساعدها بتقعد تشرب معهم كمان من نفس المشروب وبعد ما بتشرب بتقولهم إن في حد اتصل على لستر من الشركة وبتطلب منهم يبلغوه لما يرجع من رحلة الصيد في الوقت ده فريدة بتستغل الفرصة وبتسيب سارة تشرب البنات وبتروح هي السويت بتاع لستر تدور على التليفونات بس في نفس اللحظة فريدة بتنزف دم من مناخيرها أول ما بتدخل البيت وعلى الناحية التانية البنات بيقولوا لسارة إنها بتنزف هي كمان وفي الوقت اللي سارة بتمسح فيه الدم بتلاقي واحد من الشباب جاي من وراها وبيخضها فبتخاف سارة ساعتها وبتضربه بقوة على مناخيره وبتعوره ساعتها بقى لستر بيسألها عن فريدة فبتقوله إنها نايمة وبتحاول تلهيه علشان ما يروحش السويت بتاعه لكن لاستر بيقول لها إنه هيغير هدومه وهيرجع على طول وقتها بقى فريدة بتكون اكتشفت إن في دولاب مقفول بالإفل وبتمسك تمثال صغير كده تكسر بالإفل ده وبتلاقي فعلا التليفونات لكن بتلاقيها كلها فصلة شبكة بعدها بتسمع صوت سارة بتحاول تحذرها فبتتوتر وبتبدأ ترجع كل حاجة مكانها لكنها بالصدفة بتلاقي صندوق كده مليان صور ناس كتير مسكين شنط الهدايا ومن ضمنهم لاستر في الوقت ده بتلم الصور بأقصى سرعة وعلى آخر لحظة بيدخل لاستر بتكون هي رجعت كل حاجة مكانها واستخبت طور المكتب ده حتى التمثال اللي تكسر وهي بتكسر الإفل بترجعه مكانه زي مكان هنا بقى بتلاقي نفسها بتنزف دم تاني من مناخرها لكن وقتها بتفتكر إن لاستر وأصحابه كانوا مكتفينها هي والبنات كلها ولما بيلقوا إن جيسي مش ناسية كل اللي بيحصل بسبب عضة التعبان بيحسوا ساعتها إنها ممكن تفضاحهم فبيقرروا يخلصوا عليها بعد كده فريدة بتستغل فرصة إن لاستر بيدخل الحمام وبتطلع تجري بسرعة ولما بتشوفها سارة بتروح تتكلم معاها من غير ما يلفتوا الأنظار وبتسألها عملت إيه فبتقول لها ساعتها إنها عرفت اللي حصل لجيسي وبيقرروا إنهم يستمروا في التظاهر إنهم ما يعرفوش حاجة علشان ما يبقاش مصيرهم زي مصير جيسي وبالليل بيتجمعوا كلهم على العشا وفي اللحظة دي بتفضل فريدة مركزة مع سلسلة واحد بتتحرك وهو بيفتح إزازة الكحول وفجأة بتفتكر إن أصحاب لاستر كانوا بيعتادوا على البنات أما هي فبتلاقي لاستر والدكتور ريتش واقفين قدامها والدكتور ريتش بيقول للاستر يخلص عليها علشان حاسس إنها فاكرة كل حاجة بتحصل لكن لاستر بيقوله إنها بتسمع كلامه ومش ممكن تكون كشفتهم بعدها بنرجع للوقت الحالي بقى وبيلاحظ لاستر إن سارة ساكتة خالص مش بتتكلم كالعادة وبيبتدي يشك فيها لكن فريدة بتتدخل وبتقوله إنها عاوزة ترقص وبالفعل بتقوم سارة معاها وبيفضلوا يرقصوا وبيمثلوا إنهم مستمتعين وبعد شوية بقى كل واحدة من البنات بتسيب الشاب اللي معاها بأكتر من حجة ده حتى الخادمة اللي شربت معاهم بترمي الكحول على الكرسي بتاع لاستر اللي بيزعق لها بسببه كل مرة وكمان سارة بقى بتاخد الفتاحة بتاعة الكحول تخبيها في الزرع وفي اللحظة اللي بيبدأوا الشباب في تنفيذ خطتهم المعتادة بيتفاجئوا بغضب من البنات مش طبيعي وأول واحدة فيهم بتخلص على الشاب اللي بيقرب منها والتانية بتجري ورا واحد كمان أما سارة بقى فبيتجيب الفتاحة ترشاها في ايد الشاب اللي معاها لكنه بيقوم يجري منها على ما البنت التانية بتوقع الشاب وبتفضل تخبطه على دماغه بحجر بس في اللحظة دي بقى بيتدخل مساعد الدكتور وبيخلص على البنت دي وبيجري بعدها ورا فريدة في الغابة علشان ما تهربش بس للأسف بيمسكها وكان خلاص هيموتها لكن بتلحقها سارة في اللحظة الأخيرة وبتضربه بحجر على دماغه وبتخلص عليه في الوقت ده لاستر واللي لسه عايش من زميله وبيروحوا يستخبوا في السويت وبيكتفوا واحدة لسه عايشة من البنات في حين ان فريدة بتجري على القضة بتاعتها علشان تلم حاجاتها ويهربوا لكن بتتفاجئ بالخادمة اللي شربت معاهم موجودة وبتتصدم لما بتلاقي مفعول السم بدأ يطلع من جسمها ومرة واحدة بتهجم عليها بالسكينة لكن فريدة بتقدر تاخد منها السكينة على آخر لحظة وبتخلص عليها وعلى الناحية التانية بتفضل سارة تدور على الشاب اللي اعتدى عليها لحد ما بتلاقيه وبتضربه طلقه في نص دماغه بعد كده بتروح لفريدة القضة وبتلاقيها مسكة صورتها اللي لاستر صورها لها وبتقرر انها تنتقم منه وعلى طول بيروحوا الاتنين على السويت وكل واحدة معاها سلحها وبتروح ساعتها فريدة تخبط على الباب وبتمثل انها خايفة ساعتها بقى الصاحب لاستر الجمان بيقلق عليها وبيروح يفتح لها الباب لكن بمجرد ما بيفتحه صارب تضربه طلقه في نص دماغه اما لاستر فبيلحق الموقف وبيروح يضرب فريدة وبيدخلها القوضة وبيقفل الباب ساعتها بقى بتفتكر انها كشفته من فترة وحاولت تهرب لكنه مسكها من الفستان بقوة وصابها مرة واحدة فوقعت على حجر وتعورت جنب عينيها وهنا بتكتشف ان هو السبب في الجرح اللي سألها عليه قبل كده علشان يتأكد انها مش فاكرة اي حاجة وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبتبقى فريدة مسكة ازازة وبتحاول تفك نفسها اما لاستر فبيبان عليه انه ندمان على اللي هو بيعمله وبيقول لها ان ضغط الشغل هو السبب في اللي حصله وان ريتش قاله ان دي الطريقة الوحيدة للنسيان وبيفضل يعتذر لها بكل انواع المشاعر من غضب وحزن وعصبية وطلب مغفرة وهو سامع سارة بتضرب النار على الباب علشان تحاول تنقذ فريدة لكن بمجرد ما بيعرف ان المسدس فضي بيطلع يجري وراها وبيمسكها في اللحظة دي فريدة بتستغل الفرصة وبتفك نفسها وبتمسك السكينة لكن لما بيدخل لاستر بيسيب سارة وبيروح ياخد منها السكينة وبيشرب من الفب بتاعه قبل ما يخلص على سارة لكن على اخر لحظة بيرجع لوعيه الحقيقي وبيتصدم ان كل اصحابه ماتوا وده بسبب السائل اللي فريدة حتطوله في الفب وقتها بيتعصب لاستر جدا وبيقرر يهجم عليها لكنه بيتزحلق ساعتها وبيقع على دماغه فاقد الوعي وساعتها كمان الشمع اللي في الاوضة بيولع في كل حاجة موجودة وبيضطروا انهم يخرجوا بسرعة وياخدوا معاهم لاستر وبعد فترة بقى لاستر بيرجع تاني لحياته الطبيعية وبيكون عامل حفلة كبيرة تبع شركته وفي الوقت ده بيلاقي ريتش جاي يتفق معاه على الاشخاص اللي هيموتوه من مرة دي لكن فجأة بيتصدم لما بيشوف فريدة قدامه وبتقوله انها فكرة وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان فريدة اتجوزت لاستر واجبرته من خلال الادوية والهدايا اللي لقيتها في الجزيرة انه يكتب لها الشركة بتاعته وبكده حققت حلمها وبقت صاحبة اكبر شركة تكنولوجيا في العالم لكنها طبعا في المقابل دفعت تمن غالي جدا وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش ديفل